انا هقولك بقى على معلومة كتير من الاهلي ما يعرفوهاش ويفتكروا ان ده بسبب ان الولد كبر او البنت كبرت وعايزين يتمردوا بداية من سن المراهقة الساعة البيولوجية للجسم الطفل بتتغير يعني من سمات المراهقة لما بنيجي كده ندرس عن المراهقين لهم بيحبوا يومهم غصب عنهم هم مش رغبة منهم غصب عنهم يومهم بيتقلب طبيعة النوم بتتغير عدد ساعات النوم بتختلف تلاقيهم بنيمين على نفسهم طول اليوم الصبح وعايزين يسهروا بالليل لان ده مع تغيير الهرمون الساعة البيولوجية بتتغير ففي المراهقين هم عندهم عذر جزء صغير من بسبب تغيير الهرمونات واللغبطة اللي بيعدوا بيها مع طبعا اختلاف شخصيتهم والرغبة بقى في ان انا بعمل حاجة دايما بدور على فين قواعد البيت ده يلا نكسرها ده في فترة المراهقة الصغيرين بيبقى السهل شوية ان احنا نساعدهم ان هم ينظموا يومهم لكن في الاخر اللي اتنين سواء اطفال او مراهقين هم محتاجين روتين ومحتاجين قواعد يمشوا عليها احنا بنبقى عايزين نرضي ولادنا ونبسطهم فلما بنسيب قواعد مفتوحة ده بيلخبط الطفل القواعد معناها امان مش خنقة للطفل لكن زي ما قلت ايه مع بعض المرور طبعا اهمية القواعد يعني عايزين يعني بشكل علمي كده وصحيا كمان المفروض ولادي بلاش الحالة المثالية فيش حالة مثالية ان هم يناموا عشر ساعات والساعة تسعة وعشرة يبقوا في السرير ده ما بيحصلش خالص لكن هو صحيا وعلميا المفروض قد ايه الوقت اللي مفروض يناموا سواء الطفل او المراهق وده منعكس ازاي على حالته النفسية وعلى نشاطه لانه قلة النوم دي بيتأثر بشكل كبير جدا على نشاط الاولاد صح يا قلة النوم كمان مش بس نشاط الاولاد على الموت بتاعهم صحيح يعني بتلاقي الاطفال فيه اطفال كتير بتبقى عصبية طول اليوم تم انت يا ابني لسه صحي من النوم يعني صحي مقاريف ليه ومتعصب ليه وغضبان على طول ليه لان هو اصلا وقت يعني من الساعة عشر يعني وقت النوم بالليل ده هو ده اللي بيدخل في الديب سليب او في حالة الجسم بيقدر يسترخي كويس يقدر ياخد دورته من النوم وفايدته من النوم يعني هو مفروض ان هو مانيموم 8 ساعات النوم بتاعت الطفل وكمان فيه معلومة كتير من الاهالي ما يعرفوهاش ان الجروس هرمون او هرمون النمو بيفرز بالليل بيشتغل بالليل ده الوقت المثالي ان الطفل يطول ويكبر يعني حتى لما بنتكلم مع دكاترة الغدد ودكاترة الاطفال علشان الطفل يكبر بصحة سليمة مش كفاية الاكل والرياضة لا هو مواعيد النوم وينام بدري عشان هرمون النمو يتم افرازه بشكل صحي فانا 8 ساعات بتوعي دول لو خدتوهم من الساعة 6 الصبح للساعة للعصر مثلا هو كده الطفل ما استفدش بحاجة يعني فيش هرمون النمو ما استفدش الوقت ده هو بيتم افرازه يعني هو ده الوقت بتاع الجسم السيكل بتاعت الجسم بتشتغل بطريقة مزبوطة دي فطرة خلق اللاء في أجسامنا فانا كده بظلم طفلي يعني علشان ادي له متعة وقتية فانا بظلمه وبسحب منه امتيازات تانية هو يعني ربنا خلقها فينا ان احنا يعني هنستفيد من النوم بالطريقة دي فاحنا محتاجين ان احنا نعمل ايه؟ يعني بدل عشرة زي ما حضراتك قلت ايه؟ مش هيناو عشرة في الأجازة فاتفق معي هتنام اتناشر مثلا اخيرنا كام اتناشر اخيرنا كام واحدة ولما نتفق برضى الطفل بالذات المراهق لازم نبقى قاعدين كده قاعدين قاعدين قاعدة فيها بنسمع قراءة بس منا مش عايني منا بتعايني ايو مش عايز اسمع قراءة يا حد النهار ده مش هتكلم وده كلنا بنعايني مع أولادة اه طبعا مرحلة المراهق دي يعني بجد اصعب مرحلة في حيات البنيهين حتى في النقاش معهم تلاقي صوتهم بدأ يعلى ومسمعش الكلام في الآخر تبع عندك سابة فعالي وهم تحاول تهدى وهم بيعلم فاحنا محتاجين ناخد رأيهم ونتكلم في حدود وفي نفس الوقت لما نتفق على اتفاقات ما اقولوش ادخل نام بقى الساعة 11 ولا 12 عشان ينام واحدة لازم ابتدي اقول نام من الساعة 8 ونص بالليل اه طالب اصعات قابليه